اشتركوا في القناة من سنة او سنتين فعادي المنهج ما تغيرش يعني اللي مستعجل وعايز تشوف الحلقات المنهج موجود على القناة اصلا بالزبط ما فيش فيه ولا كلمة تغيرت يعني المنهج كامل موجود ارجع اشوف الحلقات وهي هي بالزبط طيب ويالله بينا كده سنة ثلاثة نبدأ اول درس معنا التفاعلات الكيميائية بالدرس الاولان اللي عندنا بعنوان اي يا مصدر في الترمي التاني عنوان التفاعلات الكيميائية تمام يا مصدر طيب التفاعلات الكيميائية ده مش جديد عليك يا سنة ثلاثة لان انت كنت خدته في سنة اولى اعدالي ده تكملة ليه طيب التفاعلات الكيميائية اي حاجة في حياتنا ما هي الا تفاعل كيميائي يعني كل حاجة موجودة في حياتنا تفاعل كيميائي او قالك انت عندك مثلا العربية العربية بنحط لها ايه عشان تتحرك بنحط لها بنزين البنزين ده بيتحرق فين بيتحرق في محرك السيار طب لما بيتحرق بيتحرق ليه قالك عشان يدي السيارة طاقة عشان تعرف تتحرك قالك يبقى إذن احتراك البنزين داخل آلة الاحتراك الداخلي للسيارة لتوليد الطاقة ده تفاعل كيميائي يبقى إذن مهمة ولا مش مهمة مهم طب عندك كمان عندك النبات عشان يصنع غذاءه بعملية البناء الضوء بيحتاج إيه قالك بياخد الميا عن طريق الجزر بيمتص الماء والأملاح من الطربة عندك بياخد ساني أكسيد الكربون من الهواي الجوي وكل ده بيضوء الشمس وبيخلط كل ده مع بعضه فبيديني النواتج بتاعت عملية البناء الضوء اللي هي الغذاء يكون غذاءه وفي نفس الوقت بينطلق غاز الأكسجين يبقى ده تفاعل كيميائي يبقى إذن تفاعل الماء وغذة ساني وأكسيد الكربون لينتج النبات غذاءه نقول ده تفاعل كيميائي يبقى إذن مهمة ولا مش مهمة مهمة في عملية البناء الضوء طب عندك كمان التفاعلات الكيميائية دي يا مصطر قالك في المصانع بنستخدمها أو بنفعل مادة كيميائية مع مادة كيميائية ليه قالك عشان ننتج حاجة اسمها الألياف الصناعي ايه تاني قالك الأدوية ما الأدوية دي مواد مخلوطة مع بعضها عملية للدوم أو تفاعلات كيميائية عندك الأسمدة مواد مخلوطة مع بعضها عملية لسماد ده تفاعل كيميائي وغيرها كتير من المواد الكيميائية الضرورية في حياتنا نبقى ده برضو مهمة ولا مش مهمة مهمة يا مصطر يبقى إذن أهمية التفاعلات الكيميائية لما يجي يقول لك أذكر أهمية التفاعلات الكيميائية لما يجي سؤال كده يا سنة ثالثة يقول لك أعلل أو أذكر أهمية التفاعلات الكيميائية أو يجي يسألك السؤال كده يقول لك للتفاعلات الكيميائية أهمية كبرى في حياتنا للتفاعلات الكيميائية دي مهمة أوي أو لها أهمية كبيرة في حياتنا يبقى الأسباب إحنا عارفناها بقى مصد يبقى أنت عندك أول سبب قلنا أول حاجة السبب الأولاني أن هي احتراق البنزين داخل آلة الاحتراق الداخلي للسيارة الانتاج الطاقة اللازمة لحرقتها ده إيه؟ قال لك ده من أهمية التفاعلات الكيميائية أو مثال على أهمية التفاعلات الكيميائية تبتنا حاجة ديني مثال كمان على أهمية التفاعلات الكيميائية في حياتنا عندك في عملية البناء الضوء في عملية البناء ليه؟ الضوء ملها يا مصدر قال لك في عملية البناء الضوء ده بيتفاعل الماء مع ثاني أكسيد الكربون اللي هو غاز من الهواء وضوء الشمس وينتج النبات غزاءه طيب يبقى إذن ده النتج عن تفاعل إيه؟ تفاعل كيميائي طبعا ده تالت حاجة من أهمية التفاعلات الكيميائية كمان أديني مثال قال لك في المصانع مهمة كمان في المصانع أيوة مهمة في المصانع في إيه؟ قال لك تتفاعل المواد الكيميائي مع بعضها لإنتاج قال لك لما بفعل مادة كيميائية مع مادة كيميائية لإنتج إيه؟ قال لك عشان ننتج الألياف الصناعية الألياف الصناعية دي بتدخل في العديد من الصناعات الألياف الصناعية الملابس يقول لك مصنوع من الألياف الصناعية اللي مش عارف البلاستيك من الألياف الصناعية كل الألياف الصناعية ده ضرورة في حياتنا بتدخل في العديد من الصناعات طبعا ده كمان بفعل مواد كيميائية مع بعضها ليه قال لك عشان ننتج كمان الأدوية الأدوية دي ما هي مواد كيميائية مضافة مع بعضها تفاعلات كيميائية عندك كمان إيه عندك الأسمدة تفاعلات كيميائية قال لك يبلغ ليه في الصناعية والأدوية والأسمدة وغيرها من المواد الكيميائية ما هي إلا نواتج أو ما هي إلا نواتج لعملية تفاعل إيه كيميائي بإذن وغيرها وغيرها من المواد الكيميائية الضرورية في حياتنا كل ده جاي من تفاعل ايه؟ من تفاعل كيميائي يبقى اذا لم يجب لك اهمية التفاعلات الكيميائية يبقى تقول له يا مستر لحركة سيارة بقى ده من اهمية التفاعلات الكيميائية ما هو ده نتيج التفاعل كيميائي هو عندك تاني حاجة عملية البناء الضوء تفاعل كيميائي ازاي مصر قال لك بيتفاعل سنة اكسيد الكربون اه مع الماء مع ضوء الشمس كل ده بينتج لي النبات غزاء اللي هو النشاء والسكر وغيره وانطلق غاز الاكسوجين قال لك مواد يتفاعل كيميائي عندك في المصانع في المصانع قال لك بتتفاعل المواد الكيميائية مع بعضها عشان ينتجوا الاليف الصناعية عشان ينتجوا الادوية عشان ينتجوا الاسمدة وغيرها من المواد الكيميائية ودي كلها ايه قالك دي كلها مواد حلا بالاستخدمها في حياتنا وكمان ما هي الا نوايات لعملية التفاعل الكيميائي يبقى اذا التفاعل الكيميائي مهمة اه طب ايه هو اصلا بقى يا مصدر التفاعل الكيميائي اللي اتا عملت تكلمني عنه ده بص كده معي تخيل معي انت عندك لو عندكو بيت قديم بطب وطين لسه من اللي هو البيوت القديمة دي بتاعت زمان دي البيت القديم ده احنا بنهده طب بنهده ليه يا مصدر قالك بنهده عشان نبني بيت جديد على التراز الجديد بقى وبيت بالمسلح صح كده يبقى انت هدت الاولاني ليه اللي كان متقصر ومده ده ده قالك عشان تبني تاني يبقى انا بقصر علشان ارجع ابني بقصر علشان ارجع ايه قاب يبقى اذا انا قصرت البيت القديم علشان ارجع ابني بيت جديد هو ده بالضبط التفاعل الكيميائي تاني التفاعل الكيميائي كان فيه مركب موجود وفيه مركب تاني موجود هعمل ايه قصر يا عم الرابطة اللي موجودة فيه المركب ده قصرت الرابطة دي وقصر يا عم الرابطة اللي موجودة في المركب ده قصرناهم هم طب انا بقصر ليه قالك عشان ارجع ابني تاني يبقى هنا هابني يبقى ده ييجي مكان ده ياخد ده وده ييجي مكان ده اهو بقى نيت تاني هو بقى شكل جديد طلع لي حاجة جديدة خامة جديدة ايه. يبقى ايزا انا قصرت علشان ارجع ابني. قصرت علشان ارجعي ابني. وصلت لحتة ايه? يبقى ايزا لما نيجي نقول يا مصدر التفاعل الكيميائي. هنيجي نعرفه. هنقول لك التفاعل الكيميائي تعرفوا ايه بقى? لما جي نعرفه. ركز معيك ده براه. احنا ماشيين واحدة واحدة في الدرسة. هوا. لما يجي اللي ما المقصود به? التفاعل الكيميائي. هنقول له التفاعل الكيميائي هو. كسر. الروابط. الموجودة. في جزيئات. المواد. المتفاعلة. وتكوين. روابط. جديدة. في جزيئات. المواد. الناتجة. من التفاعل. يبقى تانية مصدر اللي بعرف لي التفاعل الكيميائي. التفاعل الكيميائي انا بقصر علشان ارجع تاني اكون. يبقى هو كسر الروابط. الموجودة في جزيئات المواد المتفاعلة. اللي بقصر. قال لك عشان اكون وارجع تاني ابني روابط جديدة في جزيئات المواد الناتجة من التفاعل. يبقى تاني يبقى التفاعل الكيميائي. هنقول له ما كسر الروابط الموجودة في جزيئات المواد المتفاعلة. وتكوين روابط جديدة في جزيئات المواد الناتجة منين من التفاعل تمام طيب بناخد بعد كده مصدر انواع التفاعلات الكيميائي بناخد بعد كده انواع التفاعلات الايه الكيميائي ركز بقى معايا كده عشان بقى من اول هنا كده الدرس بدأ يبقى مهم يبقى انواع التفاعلات الكيميائي انت كنت تخطف قولة يا عددي هو نوع واحد بس لا تفاعلات الاتحاد المباشر هنا بقى مصدر في تلتة اعدادي هيبقى تلت انواع عندي تلت انواع من التفاعلات الكيميائي عندي اول نوع اول نوع عندي اسمها تفاعلات تفاعلات اول نوع اسمها تفاعلات الانحلال الحراري تفاعلات الانحلال الحراري على كده هناخدهم نوع Beyond عندي نوع الثاني اسمه تفاعلات الاحلال النوع الثالث التفاعلات الاغسد والاختزال بس تعال كده احنا هنبدأ النوع نروح جامعة خلصون الاول بعد ان نبدأ في البعض. يبقى انا عندي انواع التفاعلات عندي كم نوع ؟ عندي تلات انواعaa تلات ايه? انواع رئيسية عندي شو ما تطلع باطش. يبقى عندي تفاعلات الانحلال الحرارى . الاحلال الاختزال. يبقى الانحلال الاحلال والاكسدا الاختزال يبقى تانيU انا عندي3 انواع هنبدأ بالانحلال الحرارى معنا عندك الانحلال الحرارى باختصار ولكن حواء تفع القميائي تفكيل جزئات بهatically الى عناصرها الاولية او الى مركبات ابسط منه. يعني شرط اساسي يكون في حرارة. التفاعل ده ما بيتم شلة في وجود ايه? حرارة. ما كانش في حرارة مش هيتم. يبقى تاني يا مستر بتقول لي ايه? بقول لك تفاعلات الانحلال الحراري من اسمها انحلال حراري. معنى كلمة انحلال يعني تفكك. يعني انا لو عندي مركب. المركب ده ايه يتفكك من بعضك ده ايه بيتفكك كده لازم حرارة عشان يرجع ايه عشان يتفكك كده. يبقى محتاج ايه? حرارة. ايبقى شرط اساسي في المركب ده عشان يتفكك لازم ايه? حرارة. يبقى تفاعلات كيميائية يتم فيها تفكك جزيئات. بعض المركبات الكيميائية بالحرارة الى عناصرها الاولية او الى مركبات ابسط منه. يعني اما المركب يتفصل لعناصره. اما لو هو مركب يتفصل لمركب ابسط منه. خلاص كده?